بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في ترتديد من دروس التربية بدنية والدفاع عن نفس التربية الفكرية درسنا لهذا اليوم تمكين من مهارة التمرير والاستلام معكم الأستاذ بدر ناصر الفهيد قبل ما ندخل في درسنا يا أبطال نستعرض مع بعض أهم مطلبات ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح أهم هذه المطلبات الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة جدا لعادة استشفاء الجسم ومساعدة على أداء النشاط البدني مرة أخرى وتكمن في النوم بين 6 ساعات إلى 8 ساعات بعد ذلك التغذية الصحيحة والسليمة التغذية الصحية مهمة جدا لتي تمد جسم بالطاقة وتساعد على أداء النشاط البدني مرة أخرى بعد ذلك يا أبطال اللبس الرياضي المناسب والحذاء المناسب كل رياضة من هذه الرياضات تحتاج إلى زي مناسب وحذاء مناسب زي رياضة كرة القدم تختلف عن ألعاب القوة أيضا يختلف زي كرة السلة عن كرة اليد وحذاء كرة السلة يختلف عن حذاء كرة اليد بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن المكان المناسب والآمن كل رياضة من هذه الرياضات لابد لها من مكان خاص فيها بحيث توفر في عوامل الأمن والسلامة ويساعدني على لدها هذا النشاط البدني بشكل صحيح هل ممكن ممارسة كرة السلة داخل صارة الطعام أحسنتم غير آمن وغير مناسب هل ممكن ممارسة سباق 100 متر داخل الفصل الدراسي أحسنتم غير مناسب بعد ذلك يا أبطال الإحماء المناسب ما هو الإحماء؟ ممتاز هو تأدي بعض المهارات لتهيئة الجسم لأداء النشاط البدني عن طريق عمل بعض التمرينات هناك إحماء عام وإحماء خاص الإحماء العام يناسب كل الرياضات أما الإحماء الخاص هو يكون مخصص لرياضة معينة حيث أن الإحماء الخاص لكرزة قدم يختلف عن الإحماء الخاص لألعاب الدفاع عن النفس بعد ذلك يا أبطال شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني شرب الماء مهم جدا لماذا؟ أحسنت تعويض السوائل المفقودة أثناء أداء النشاط البدني عن طريق التعرق طيب يا أبطال الآننا في المكان المناسب وزيئة الرياضي المناسب نسوي مع بعض الإحماء المناسب جاهزين يا أبطال التمرين الأول هو المشي في المكان التمرين استعد يبتدي واحد اثنين ثلاث اربعة مشي اثنين ثلاث اربعة حسنت اثنين ثلاث اربعة مشي اثنين ثلاث اربعة حسنت اثنين ثلاث اربعة آخر مرة جماعة قف التمرين الثاني طريق فلوس الطاع ثاني جدد الليمين في أربع عداد والشمال في أربع عداد التمرين يستعد يمين 2 3 4 شمال 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف التمرين الثالث ذراع نجانب الرافع دوران الذراع من الخلف إلى الأمام ذراع مشدودة تمني استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث اربعة دوران اثنين ثلاث اربعة حسنت اثنين ثلاث اربعة ممتاز اثنين ثلاث اربعة اخر مرة جماعة قف رنس فالخفض التمنيين الرابع يا ابطال هو نفس التمنيين الثالث ولكن عكس تجاه الدوران ترانجال من الرافع من الامام الى الخلف تمني استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث اربعة حسنت اثنين ثلاث اربعة حسنت اثنين ثلاث اربعة دوران اثنين ثلاث اربعة اخر مرة جماعة قف ثلاث خفض ناخد نفس مع بعض احسنتم التمرين الخامس رفع الفخض على المستوى الحوض مع اليد المعاكسة لفخض تحاول لمس الفخض اثناء اغتفاع مع تبادل رفع الفخض تمرين استعد ابتدي واحد اثنين احسنت اثنين فوق اثنين امتاز اثنين احسنت اثنين امتاز اثنين اخر مرة جماعة قف قف التمرين السادس ثم القدمين والنزول امام اسفل لملامسة اصابع اليدين اصابع القدمين تمرين استعد ابتدي انزل اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة امانية اطلع اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية التمرين السابع يا ابطال فتح القدمين باكثر من تسعة صدر قليلا والنزول امام اسفل تمرين استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية اطلع اثنين ثلاث اربعة خمس ست سبعة ثمانية امتازين ناخد نفس مع بعض طيب يا ابطال العال عملنا الاحماء صار جسم جاهز لداء النشاط البدني نستعرض مع بعض درسنا له مهارة التمرير والاستلام لابد ان نحاول نطبق ما تعلمناه في الاستلام ما هو الاستلام ما هو التمرير مدام هناك استلام لابد ان يكون هناك تمرير مدام هناك تمرير لابد ان يكون هناك استلام عبارة عن تنقل الكرة ما بينك وبين زميلك ليصول الى الهدف او المرمى او ل تنقل الكرة هناك اخطاء شائعة لاجب مراعاة في عد في استلام الكرة وتمرير الكرة من عدم تدرج في اداء المهارة طيب كيف نسوي مهارة تمرير يا استاذ او استلامها نشوف مع بعض الان طريقة خطوات الفنية للتمرير والخطوات الفنية للاستلام لابد من الوقوف مع بعض الان نواقف رفع كرة خلف الرأس مع ثاني الجدع قليلا ورميا هذا يسمى ماذا تمرير انا مررت كرة الى زميلي زميلي ماذا يفعل يقوم باستلام الكرة ب ماذا باليدين هناك تمرير من اعلى او من اسفل شوف مع بعض الان التمرير هذا خطوة شائع صح؟ لماذا قمت بيش بثاني الذراعين الان بس تلمكرة من اسفل اثناء التمرير من اعلى لابد من شد الجدع واليدين اثناء الرمي هكذا تلاحظوا الان الصابع مفتوحة الاستلام واضح يا البطال طيب شوف ثاني ذراعين ثانية ثلاثة مرة وقلنا هذا من اقطاع الشاعة اغلاق صابع اليدين اغلاق صابع اليدين بحيث وانا ارمي الكرة تكون اليدين مغلقة ما استطيع رميها ولا استطيع التحكم لماذا لابد من فتح الذراعي فتح الكث اليد لسيطرة على الكرة لانه هناك تمرير بيدين او هناك تمرير بيد واحدة استقدم التمرير بيد واحدة في كرة اليد احسنتم الان انا واقف بمرر زميلي تقديم الرجل مع رفع الكرة الى اعلى وثاني الجدع لمساعدة الدفع تلاحظ حركة اليد تتابع تجاه الكرة الان انا بست المنكرة من اعلى هذا استلام من اعلى واضح يا ابطال طب نشوف الفيديو هذا شوف كيف الاستاذ يقوم برمي الكرة نلاحظ اصابع الاستاذ وحركة الاقدام الاصابع مفروضة متابعة الكرة لدقة وصولها الى المتلقي المستلم نشوف الان هذا تمرير من اسفل والاستلام ايضا نشوف الطالب البطل هذا قاد يستلم الكرة وراحة اليد مفتوحة لماذا؟ لتحكم بالكرة تحكم بالكرة الرمي من اسفل او من اعلى طيب يا ابطال لا ننسى اثناء رمي الكرة لابد من الكف يكون مفتوح لرمي الكرة والتحكم باستلامها وتمريرها هناك تمرير من اعلى وتمرير على مستوى الصدر وتمرير من اسفل هناك استلام من اسفل واستلام من اعلى فاضح يا ابطال طيب الى هنا وصلنا نهاية درسنا هذا اليوم اشكركم من حسن استماعكم كان معكم الاستاذ بدر ناصر الفهد